تأكيدات من قبل الكوادر الطبية الوطنية تفيد بأن الوعي المجتمعي والذي هو واجب وطني ومطلب مجتمعي يساهم في خفض الحالات والحد من انتشار فيروس كورونا وكل ذلك من أجل حماية الشخص وأسرته ومجتمعه من تداعيات هذا الفيروس الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين حققت نجاحات متميزة على صعيد التصدي لهذه الجائحة لكن هذه الجهود يجب أن تقابل وتكتمل من خلال الالتزام التام والمسؤول بالإجراءات الاحترازية فآلية تتبع أثر المخلطين قد أظهرت أن نسبة الأعلى من انتقال العدوى بين المخلطين هي نتيجة التجمعات العائلية والمناسبات الخاصة وهو ما أشار له الفريق الوطني الطبي في آخر مؤتمر صحفي ومع انتشار الفيروس المتحور ومضاعفاته التي تؤثر على المصابين إلا أن الإجراءات التي أعلنت عنها مملكة البحرين منذ بداية انتشار الفيروس إلى هذا اليوم هي ذاتها ما يعني وبحسب الكوادر الصحية أن التراخ في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يؤدي إلى ارتفاع عدد الحالات القائمة هذا وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة الاتصال بالرقم 444 في حال ظهور أي أعراض للفيروس إلى جانب ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي وتعقيم الأسطح وتعقيم وغسل اليدين وارتداء الأقنعة وكمامات الوجه حفاظا على صحة وسلامة الجميع ولحماية الآخرين في المحيط الأسري من خطر الفيروس